السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم عزان المشاهدين اتكلمنا كتير عن التحدث مع الحيوانات في المنام ولقاء النهاردة هنتكلم بقى عن رؤية التحدث مع الثعبان في المنام وهنقول بقى إن أي حد يشوف رؤية في المنام إن هو كان بيتحدث أو بيتكلم يعني مع الثعبان فالرؤية دي هتكون دلالة ليه على إنه إن شاء الله سبحانه وتعالى الرأي هينتصر على الحاسدين في الواقع إن كان ليه حاسدين وهينتصر على الحاقدين إن كان ليه حاقدين وإن كان معمول ليه سحر فدلالة ليه على الانتصار على هذا السحر يعني إبطال هذا السحر وإنه الناس السيئة اللي في حياته هتخرج من حياته في الواقع والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم واشكركم على حسن استماعكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة